طيب الدور ده نقلك لمرحلة تانية؟ والله لسه يا عمري دلوقتي طبعا الناس هي بتتفرج عليه دلوقتي وردود الأفعال احنا بحب استاني لحد آخر شهر رمضان لابس انت خرجتي من المسلسل بايه؟ بحاجات كتير حاجات كتير أول الحاجة ان انا كانت أول تجربة ليا ان انا اتمثل بلهجة جديدة دراما جديدة اتعامل مع كرو عمل كامل سواء اخراج انتاج ممثلين تكنيك تمثيل مختلف وتكنيك عمل طريقة العمل هناك في الأردن كمان تختلف شوية عن مصر دخلت في حاجة جديدة انا مجدخلتاش قبل كده يعني كمان الجمهور الناس بتفرج على البداي وجمهور مش سهل وجمهورنا قد ولازع وجمهور كبير يمكن هم في مصر للأسف مش يعني مش موجودة هنا الناس ما عندهاش يمكن مش متعودين انهم يتفرجوا على دراما بدوية يمكن اخواننا في سينة ممكن يكونوا بيحبوا تفرجوا عليها في العريش الناس دول اللي هما في مرسى مطروح المناطق دي هما اللي ممكن يكونوا عندهم رغبة وشغف اكتر هم يتفرجوا على الدراما هي اللاجة البداوية مثلا في سينة زي مثلا في الأردن قريبة 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 طب ما تقولي لي حاجة كده من المسلسل او عبادتين كده شعلامك يا المزيونة دي رومانسية وينك يا نوف وين الحلال يا نوف دي رومانسية لا رومانسية لا دي لال انا تخضيت يا نوف يعني لما لطريقة الكلام يعني اتعلمت مثلا كلام جديد زي مثلا بيقولكش دلوقتي مس كلمة دلوقتي مثلا احنا باللهجة الصعيدي بنقولها ايه بنقولها دلوقتي 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 أو دلوقتي أو دلوقيت دلوقيت باللهجة البداوي الأردني يبروح بساعة ببساعة اه روح ورجع بساعة بساعة يا دلوقتي مثلا dijo otro بيقولوا الكتش كثير يعني بيقولوا الحبتش وعش اجتش هي قريبة من الخليب كمان يقريبة من الخليب وعشدتش عش시�تش